اشتركوا في القناة ومن خلال نشرة اليوم تم الاعلان عن مركز الفحص لفيروس كورونا كوفيد 19 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات كيف سيتم الاستفادة من المركز للتصدي لهذه الجائحة؟ شكراً على هذه الدعوة اليوم ندشن مشروع جديد وداماً فيه هناك تميز بالنسبة لمملكة البحرين نحن بدأنا في وحدات المتنقلة نروح للمواطنين أن نفحصهم لمنازلهم اليوم نتكلم عن مركز متكامل أشكر جميع عامة المساهمين فيه بجميع عامة المعنيين من الحكومة في وزارة الصحة والوزارات عامة أخرى أنها وضعت مركز متكامل لوظيفة عامة جديدة ومستحدثة بالنسبة لمواجهة ومكافحة هذا المرأة المركز عامة الفكرة منه أن يكون هناك فيه مركز متكامل في كل الوحدات المعنية بالفحص نعم نحن اليوم أي شخص عامة مشتبه بإصابته بالفيروس يمكن يروح إلى مركز المحرق الموجود فيه كان مركز المسنين نعم الناس اللي في المطار في اجتباههم عامة كذلك يمكن يكون فيه خيمة مجهزة في مطار مملكة البحرين الناس اللي في المنازل كذلك اللي المخالطين يفحصون فيه أماكنهم فإحنا اليوم نسوي مركز أو صار فيناك مركز فيه يعني تجهيز كامل وضعت بأعلى المعايير الموجودة في منه أربعة أقسام رئيسية قسم رئيسي بالنسبة للتصنيف والاستقبال وبعدين فيه قسم للمرضى أو الناس اللي مشتبه بإصابتهم هم المخالطين من دون أعراض نعم مفصولين عن اللي بيوم مشتبه فيهم اللي عندهم أعراض واللي عنده عامة أعراض كذلك في خدماتهم كلهم موجودين معاهم والقاعة الثالثة للقادمين من خارج البحرين ويحتاجون الفحص كذلك ووجودهم في هذا المركز نعم إذن هو مركز متكامل في جميع الأقسام والتخصصات من حجر أو عزل أو يعني تصنيف يتم على ضوء تصنيف الحالات وتوزيحها بحسب الحالات الموجودة صحيح نعم دكتور ما هي آخر الأحصائيات لأعداد المتعافين من فيروس كورونا وما هي المسجدات؟ مستجدات الأرقام المسجلة في وزارة الصحة حتى هذه اللحظة والله يتكلم بالحمد لله بالأعداد اللي هي تبشر الحمد لله بالخير وهي تعافي 177 حالة حد الآن الحمد لله 13 منها اليوم تم تسجيل عامة اللي تعافيها وهذا يدل على كثير عامة الخدمات تقدم في البحرين نحن نتكلم عن خدمات العلاجية والاحترازية ولكن خدمات العلاجية اللي تقدم للمرضى هي على مستوى عالي جدا حتى بس لذكر المثال بأن الدواء اللي الآن تكلمون عنه في الصحافة ووعلنوا عنه في بعض الدول الهيدروكسي كلوركوين نحن نستخدمها من أول حالة قدمت لنا عامة للعلاج واستخدم لأكثر من حوالي 35 حالة أو أكثر من المحتاجين لها اللي هم عندهم بعض الأمراض أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مصاحبة إلى مرض فيروس الكورونا ف177 حالة متعافية الحمد لله هذا شيء يطمن لحالات القائمة اللي اليوم هي 210 حالات تم رصد 20 حالة لأشخاص قادمين من خارج البحرين و21 حالة هي لحالات قائمة مخالطة لحالات قائمة أخرى يعني ليست المانعة في مصدرها ولكن هي مخالطة كذلك لناس عندهم مرض أو يعتبر لهم إيجابي فيمكن هذه أعقام السجال نعم لا شك دكتور كيف تقيمون تفاعل المجتمع مع كافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا نحن جدا فخورين بشعبنا في مملكة البحرين هناك مستوى ودراك عامة وفي وعي كبير بالنسبة لي عامة الناس الموجودين في مملكة البحرين نطمح عامة كذلك أن يكون فينا كالتزام أكثر بالنسبة للرشادات بالنسبة للتوجيهات اليوم نشوف بعض الإجراءات عن يوم عن يوم تتغير وحنا في البحرين عندنا يعني مقياس لذلك مقياس بأنه ما تكون ولا فينا خطة تعمل في مملكة البحرين إلا بدراي كاملة عن الفحصات اللي ممكن عامة نصير عندي أنا ما تقول والله أنا شنو الإجراء اللي بسويه اليوم أو بكرة من التزام عامة المواطنين يعتمد اعتماد كلي على عدد الحالات الموجودة عندي الإيجابية أو اللي هي الموجبة أو الحالات عامة مخالطة لها فأنا أولا فخور بالناس ووعيهم ودراكم وكذلك أشكر كافة المواطنين اليوم تكلم عن 30 ألف متطوع هذه بادرة بصراحة في وقت قصير جدا يبين أنه معدن هال البحرين الموجودين والناس كثر ودهم أنهما يتواصلون عامة مع الجهات عامة الرسمية لتقديم الخدمات وإن شاء الله وزات الصحة بتقوم كذلك بالاتصال بمجموعة بحسب تخصصاته نشوف اليوم مشهد جميل جدا دفاع المدني في وزارة الداخلية بدأ نهوى يدرب الدفع الأولى المتطوعين في الأعمال الميداني لمكافحة فيروس الكورونا وهذا شيء يشكرون عليه كجهة كوزارة الداخلية وإلى استجامة المواطنين وأشكر كافة الجهود كثير من الناس ودهم أنهوى يصيف أنك توعية ودهم أن يكون في شراح كثير من المجتمع سواء جمعيات أو غيرها فعلا أن نحن نحس بهذا الوعي بهذا الالتزام عامة وندعوهم كذلك إلى الالتزام أكثر وأن يكون في تفاعل أكبر مع أي توجيه موجود أو رشادات نقدمها على مستوى مكافحة فيروس الكورونا نعم هذا الوعي وهذا الالتزام من قبل المواطنين مبعث فخر واعتزاز وبلا شك دكتور وليد وجودكم في الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووجودكم في الخط الأول للتصدي لهذا الفيروس ننقل لكم شكر وتقدير جميع فئات مجتمع البحرين وشعب مملكة البحرين دكتور وليد المانع كنت معنا ضيفا كريما في استوديو مركز الأخبار شكرا جزيلا لك شكرا